هل من سبيل للقضاء على الصداع النصفي؟ سؤال لطالما ترح في المحافل الطبية التي لازمت هذه المشكلة الصحية منذ عشرات السنين سواء بالتجربة أو بالبحث. فالصداع النصفي الذي يصيب مئات الملايين في العالم يمكن اعتباره أحد أقدم الإضطرابات العصبية إضافة لمرض الصراع. وهذا المرض الذي يلازم الأشخاص طوال حياتهم تختلف حدة نوباته من مريض لآخر. فسعيد الحظ قد يتعرض لصداع حاد بضع مرات في السنة ويعالجه بمسكن قوي ولا يعبأ باستشارة الطبيب. أما بالنسبة للغالبية العظمى من المرضى فإن هجمات الصداع النصفي قد تحدث أكثر من مرتين في الشهر. وهناك من يعاني نوبات متواترة ومتكررة من الألم في أسبوع واحد. وتحدث نوبات الصداع النصفي نتيجة محفزات معينة يصفها الأطباء بأنها المحردة الرئيسي لنوبات الصداع النصفي المؤلمة. من هذه المحفزات الحساسية للضوء. وفق المعهد الوطني للإضطرابات العصبية يمكن للأضواء الساطعة أو الوامضة أن تسبب الصداع. المنبهات البصرية تفاقم حدة نوبة الألم وتخلق حالة تسمى طبياً برهاب الضوء. الأصوات أحد المحفزات المهمة التي تؤدي أيضاً للصداع النصفي. وهي تشمل الضجيج بكل أنواعه وأصوات لا يمكن تخيلها حتى الموسيقى. يرى الباحثون أن مرضى الشقيقة هم أكثر حساسية للصوت. وأن البحث عن مكان هادئ قد يكون أحد الحلول لتجنب هجمة الألم الحادة. الروائح المختلفة كذلك تحفز هذه الروائح الأعصاب. مما يؤدي لنوبة الصداع. وتختلف هذه الروائح من شخص لآخر. فقد تكون العطور أو روائح الطعام أو منتجات التنظيف المنزلية من تلك المسببات. ومن بين المحفزات أيضاً تغير الهرمونات والإجهاد والتوتر وتغيير الطقس. ويرى الأطباء أن التعايش مع الصداع النصفي هو تحدي يومي. لكن إدارة نوبات الألم فيه والتحكم بها يمكن أن يخفف كثيراً من شدتها وتبعاتها على المريض. ترجمة نانسي قنقر